وضع التجارة يعني من بعد الحرب بتأثر رحنا بالنسبة أنا إلي كتير أنا قبل ما تبلش الحرب مثلا كنت بيع بنهار 6-7 أطاعة 8 أطاعة هلا من بعد الحرب يعني ست بيع أطاعة ويمكن ما بيع هاي بالنسبة بحكي أنا عني كتاجر أما بصورة عامة أكيد رح نتأثر عندك موضوع القمح موضوع الزيت موضوع يعني الحرب العالمية وممكن ليرة التركية إذا ممكن تنهار أثرت شكل كبير يعني أثرت علينا يعني سكر هو مادي أساسي عننا نحن هم بالمحل سكر مادي أساسي وحتى الأطر اللي عبي يجيبوه إليها إنه مو أطر يعني رخوا كتير وما بيشتغل معنا نحن عندنا كتير شغلات مثلا مثلا مثل هاي الشغلة ما زلان بدأ بقلبة سكر هاي الشغلة بدأ بقلبة سكر كتير شغلات اللي عندي بدأ بقلبة سكر وما عبي توفر وإذا توفر بالغالي وأنا ما بجيوه بالغالي لأنه أنا هو الشغلة ضعيف غلاء أسعار بضايا نفأديت أو تخبيت أو تخزنيت ما بعض من المنطلق وفيه السكر نطع الزيت السمني غليت المواد الثاني فيه غلاق مثلا بضايا الشغوبات شوي غليت كمان بيجينا كلنا نصر جديدي إنه فيه غلاق بالأسعار أثرت على الزيت والسمني بشكل عام طرد الزيت الواحد ارتفع علينا أكثر من 11 دولار 12 دولار سمني ما فيه زيت ما فيه اللطحين 150 دولار ارتفع الطرد الواحد علينا الطون الواحد أنا كباعة خضرة عم ترتفع الأسعار يوم على يوم الإخبار صار ضعيف ما نعرف قطع المواد والقلة المواد تجي لهون ما بعرف يعني سبب الحرب الأوكرانية الروسية هيك هل ما أقول هل إنه السبب هذا هو السبب هلأ بشكل عام الحرب الأوكرانية لسه ما أغضيت مفهولة عندنا 100% يعني لسه الحرب جديدة تمام بس بقى الحركة ضعيفة من قبل وهلأ قويت شوي زيادة عرفتش لون ونحن خايفين ما تمتد الحرب يعني ويصير نقص مواد زيادة أكثر من اللي صاير هلأ اليوم الحركة ضعيفة بشكل عام جيت علينا شاتوي صعبي شوي اشتركوا في القناة